على طريق السد الأخضر تسير الجزائر قدما عزمة على مكافحة التصحر وخلق الثروة وقد عادت سياغة المشروع الوطني الضخم بما يتناسب والتحديات الآنية للألفية الثالثة سرنا على هذا الطريق والتقينا رجالا كلفوا بإنجازه ومتابعته بولاية خنشلة ذات المناخ الجاف الحار سألناهم عن محاور السد الأخضر بهذه الولاية السهبية الجبلية فكان جوابهم إعادة تههيل السد الأخضر بعمليات مهمة ومعتبرة على مساحة 14 ألف هكتار ثم يأتي المحور الثاني هو محور توسيع السد الأخضر على مساحة 48 ألف هكتار ثم يأتي المحور الأخير وهو محور توسيع المناخ السهبية الرعوية الفلاحية وهذا بمساحة أكثر من 114 ألف هكتار فيه إضافة قوية وهو إدماج السكان في تسير ثروة طبيعية ثم ذهبنا إلى تبردغة الفلاحية السياحية حيث تم غرس أكثر من 300 هكتار من نبات التين الشوكي في إطار مشروع السد الأخضر وكذا آلاف أجار الزيتون بعدها وصلنا إلى قلب السد الأخضر بهذه المنطقة الوعرة بقلع تراب بلدي تخيران حيث تم غرسة كثيرة على ضفاف وادي العرب لأنه تعطب من أكبر المساحة السد الأخضر هنا ولذلك فهي تعطب منطقة ذات قطب فيلاحي بامتياز أين نسجل تطوير جميع الأصناف الأشجار المثمرة على مستوى الضفاف ود العرب وهذا نظر لوجود الموارد المائية بالإضافة إلى ذلك وجود أسر منتجة وتستحق تسجيع خاصة المؤسسات الصغيرة من أجل تثمين كل الموارد الطبيعية الموجودة هنا السد الأخضر لم يبقى سدا لإيقاف تقدم لمال الصحراء إلى الشمال بل أصبح محورا أساسيا لخلق الثروة وتنويع اقتصاد بلد يمتد على مساحة أكثر من مليوني كيلومتر مربع